حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة أحب أن أتابع معكم اليوم وألفت انتباهكم إلى أن هناك كتاب اسمه طريقة إبداعية لحفظ القرآن وضعته قبل سنوات طبعا طويلة على الإنترنت وبفضل الله حقق ملايين عمليات التحميل يعني ملايين الناس استفادوا منه وأحببت الآن أن أشرح لكم أهم ما جاء في هذا الكتاب طبعا على مدى الحلقات السابقة تأملنا كيف تستطيع حفظ القرآن من دون معلم اليوم أحبتي في الله هذا هو الكتاب يمكن تحميله من موقع كحيل سبعة دوت كوم على الإنترنت ويمكن الاستفادة منه كتاب قيم جدا ومختصر هو كتاب بالحقيقة ويتضمن خطوات عملية بسيطة جدا تعتمد على الاستماع أنا اليوم أحببت فقط أن أخذكم إلى مثال مهم جدا طبعا أنا أقلب الكتاب معكم الآن كتاب ممتع أنصح بقراءته بتحميله طبعا حجمه خفيف جدا يعني ممكن تحميله حتى على الموبايل على ملف بيدئف ويمكن قراءته بسهولة فالحقيقة أيها الأحبة أنا أحببت اليوم فقط الذي يهمني أن أخذ معكم مثال مثال مهم من سورة سورة النبأ سورة النبأ الحقيقة هذه السورة أحيانا تكون صعبة الحفظ وهي أول سورة في جزء عما يتساءلون عن النبأ العظيم الحقيقة أيها الأحبة هذه السورة كثير من الناس ينسى ترتيب الآيات هناك ملاحظة أحببت اليوم أن تستفيدوا منها لمعرفة ترتيب الآيات دعوني أبدأ معكم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هذه خمس آيات مقدمة النبأ العظيم هو يوم القيامة طبعا هم مختلفون الملحد يقول لا يوجد يوم قيامة المشكك ينكر الأديان الأخرى غير الإسلام كل واحد لديها اعتقادات مختلفة ونقول إن الإسلام هو الدين عند الله وهو الحق فمختلفون الله قال لهم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الآن تأتي إثباتات على أن يوم القيامة حق ما هي هذه الإثباتات يا رب؟ ألم نجعل الأرض مهادة؟ الأرض ممهدة أمامنا والجبال أوتادة الحقيقة للجبال أوتاد أيها الأحبة وهناك صور كثيرة يمكن يعني العالم الإنترنت أن تشاهدوها تتعلق بأوتاد الجبال كل جبل نجد له وتد أو جذر يمتد عميقا في الأرض لعشرات الكيلومترات تصور سلسلة جبال الهيمالاية تمتد بحدود أكثر من مئة كيلومتر في عمق الأرض جذور هذه الجبال مع العالم أنها لا ترتفع إلا لحدود 8.8 كيلومتر تمتد مئة كيلومتر يعني أكثر من عشرة أضعاف ارتفاع هذه الجبال موجود تحت الأرض لذلك الله سمها والجبال أوتادة وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُّبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُوْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا 16 آياء أيها الأحبة طيب أنا كيف أتذكر هذه الآيات الحقيقة هناك نظام صعب شرح هذا النظام لا يمكن أن تلمسه إلا بكثرة الاستماع لهذه السورة الكريمة وكثرة التدبر يعني هنا أيها الأحبة وجعلنا سراجاً وهاجاً هنا أحبتي في الله هي الشمس فأنا حتى أحفظ هذا الترتيب يعني أولاً أقول وجعلنا سراجاً وهاجاً ثم أقول وأنزلنا من الموصرات ماءاً فجاجاً طيب أحياناً الواحد يخطئ يمكن أن يظن مثلاً يقرأ أولاً وأنزلنا من الموصرات ماءاً فجاجاً كما هنا أيها الأحبة وأنزلنا من الموصرات ماءاً فجاجاً ثم يقول وجعلنا سراجاً وهاجاً يعني هذه الأخطاء أحياناً تحدث حقيقةً يعني طيب كيف يمكن أن أتذكر بواسطة الإعجاز العلمي يعني الحقيقة ينبغي أن أتذكر أن الله أولاً جعل النهار معاشاً هنا ثم حدثني عن السماوات السبع وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ثم قال وجعلنا سراجاً وهاجاً ينبغي أن أربط أربط أولاً الليل ثم النهار دائماً في القرآن أيها الأحبة الليل يأتي قبل النهار إذن وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً لا أقول وجعلنا النهار معاشاً ثم أقول وجعلنا الليل لباساً لا يعني الليل ثم النهار وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً الآن إذن الليل أولا ثم النهر مجرد أن وضعت في دماغي أن الليل يأتي دائما في القرآن دائما أو غالبا مثلا وهو الذي خلق الليلة والنهر لاحظتم يعني الليل يأتي قبل النهر يغشي الليلة النهر فأتذكر في هذه السورة أنني عندما أصل لقوله تعالى وجعلنا الليلة لباسا أتذكر أن بعد الليل يأتي النهر وجعلنا النهر معاشا ثم هنا يحدثنا عن السبع الشداد السبع الشداد أيها الأحبة أيضا من معاني السبع الشداد هناك طبقات الغلاف الجوي هي سبع طبقات أيضا وهي المسؤولة عن إنزال المطر يعني أنا عندما أقرأ قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا معنى ذلك أن هذه السبع الشداد هنا هي ماذا أيها الأحبة سبعا شدادا يعني السماوات السبع وهذا المعنى يأخذني للغلاف الجوي أيضا هناك سبع طبقات للغلاف الجوي إذن هنا سيبدأ الحديث عن المطر ولكن المطر لا يحدث إلا بوجود الشمس وجعلنا سراجا وهاجا هنا أيها الأحبة وجعلنا سراجا وهاجا الشمس هي التي تبخر الماء الشمس هي التي تبخر الماء ثم ينزل المطر إذن بدأ القرآن بذكر الشمس أولا وجعلنا سراجا وهاجا ثم قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا إذن آخر شيء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا غزير يعني غزير جدا لماذا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إذن الآن يجب أن أضع في دماغي أربط الآيات بأحداث كونية حتى أحفظها يعني هكذا أنا حتى بعد عشر سنوات لو مضى علي عشر سنوات ولم أقرأ هذه السورة فيمكن بعد عشر سنوات أن أتذكر تتسلسل الآيات لماذا لأنني لأن الدماغ أصلا يعمل على ربط الكلمات بصور تربط الكلمات بشيء كوني أو بصورة أو بمنظر طبيعي أو بحدث معين إذن هنا أيها الأحبة سلسلة الآيات هذه ألم نجعل الأرض مهادة إذن ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة إذن بدأ بالأرض ثم بالجبال ثم قال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أول آية تبدأ بالأرض لأننا نعيش على هذه الأرض والجبال مهمة بالنسبة لنا ولكن ليست أهم من الأرض إذن الأرض أولا إذن أنا أضع في دماغي أن ألم نجعل الأرض مهادة رقم واحد هذه أول آية كونية الأرض ممهدة فنعيش عليها بسلام غير القمر القمر كله كما تشاهدون في الصور فوهات بركانية وحجارة ووديام غير قابل للسكن غير ممهد المريخ كذلك العطارد كذلك ألم نجعل الأرض مهادة ثم أتذكر الجبال والجبال أوتاذا طيب أتذكر نعمة الله أنه خلق لنا أزواجا أيضا وخلقناكم أزواجا ثم نأتي لذكر الليل بدأ بالنوم وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا إذن النوم الليل النهار أربط هذه الأشياء ببعضها ثم أقول أتذكر أن هناك أيضا يعني الأرض مهادة جبال أوتاذ هناك ليل ونهار وهناك فوقي فوقي سبع طبقات للغلاف الجوي وهناك سبع سماوات فوقها عبر القرآن عن ذلك وبنينا فوقكم سبعا شدادا أتذكر يعني بعد أن تأملت الأرض والجبال والنوم والليل والنهار أتأمل ما فوقي أصعد إلى الأعلى فأجد فأجد قوله تعالى فأولا ذكر وجعلنا سراجا وهاجا الشمس تبخر الماء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة بعد أن تبخر الماء وتكثف نزل هذا تسلسل علمي للأحداث وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة لنخرج به حبا ونباتة وجنات الألفة فالحقيقة أنا هذا المقطع يعني كان يحيرني وعملية الحفظ كانت صعبة رغم أنني أستمع مئات المرات وجد طريقة جميلة جدا أن تربط معاني الكلمات بآيات كونية أو بصور في ذهنك وهكذا تغلبت على موضوع النسيان الحمد لله وحفظت هذه الصورة والحمد لله لا أنساها أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى وأنا أحب لكم هذا الخير أحبتي في الله أتمنى أن تتبعوا نفس الطريق طبعا أنا لو أريد أن أطيل عليكم إن شاء الله سأتابع شرح بعض الأمثلة في اللقاءات القادمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم النافع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر